مهرجان العالمين الجديدة بيستعد بنسخيته التانية لعرض مصرحية السندباد للفنان كريم عبدالعزيز واللي بتنطلق المصرحية لمدة 3 ليالي أيام الخميس والجمعة والسبت 8 و 19 أغسطس وبتدور أحداث مصرحية السندباد حول عمر أبو الهول واللي بيعثر على قلادة كده سحرية داخل مقبرة أديمة بتغير حياته رأسا على عقب واللي بترجعه مرة تانية لعصر السندباد وبتدخله في عالم المغامرات خلونا نعرف أكتر عن المصرحية دي بينضم لنا دلوقتي مخرج مصرحية السندباد لأستاذ أحمد الجندي يا مساء الفل عليك مساء الفل زي حضرتك خليني الأول أحييكوا على فكرة المصرحية إحنا قوي بنحب التوستات الجميلة دي فأحكي لنا كده عن التحضير لعرض مصرحية السندباد في فعاليات مهرجان العالمين والكواليس مع طبعا نيلي كريم وكريم عبدالعزيز احكي لنا أكتر لا والله وإحنا بدأنا تحضير بقالنا حوالي أربعة يام وبدأنا بروفات يعني والعرض إن شاء الله الخميس والجمعة والسبت اللي جايين إن شاء الله الكواليس عاملة إزاي للمصرحية؟ لا يعني علشان إحنا برضو أول مرة المصرحية بتتعرض في مصر وتحديدا في العالمين يعني فكلنا متحمسين حماس جديد كده للعرض الصوت قطع في آخر جملة متحمسين للعرض متحمسين كلنا جدا للعرض لأنه هو أول مرة بيتعرض في مصر يعني فبس يارب يعجب الناس بس إن شاء الله طب كواليس العمل مع كريمة عبدالعزيز ونلي كريمة عاملة إزاي يعني اتنين فنانين كبار جدا الناس كلها بتحبهم كريمة عبدالعزيز دم وخفيف ونلي كريمة ابتدت في الآخر كده تاخد اللاين الكوميدي كمان شفنا مسلسل فراولة اللي كانت عاملة مؤخرا حكي لنا عن الكواليس معاهم عاملة إزاي متخيلة كوميديا كده لا يعني ما فيش حاجة تحديد أن أعرف أقوله إحنا يعني كلنا اشتغلنا مع بعض واشتغلت أنا يعني اشتغلنا مع كريم من زمان وأصدقاء من زمان فهي عموما حالة المسرح بتدي حالة أسرية كده بشكل عام يعني لأن احنا بدنا مع بعض كل يوم وابروبات كل يوم وكل ليلة بتبقى مختلفة رد فعل الناس ورد فعل الجمهور وكده فده اللي بيخلي بس زي ما قلت لك حاجة زي حالة أسرية كده أكتر يعني أنتوا بقالكوا أربعة سيام تقبلوا بروبات في العالمين صح؟ طب حكي لنا عن أجواء العالمين بالنسبة لك عاملة إزاي؟ لا مو حاجة مبهرة بصراحة يعني أنا كنت جيت من سندين كان الموضوع مختلف تماماً لا حاجة مبهرة حاجة تشرف حاجة يعني نظهر بها بصراحة ويعني قابلت أي حد من الجمهور يعني أو أي حد مثلاً من الجمهور شافوكو؟ حصل أي نوع من أنواع يعني مقابلة للجمهور ولا لسه ما فيش خمس؟ لا لا لسه نحن متحمسين عوي العرد المصرحية إن شاء الله الخميس الجمعة والسبت الجايين هتكسر الدنيا أكيد إن شاء الله ونتمنى لكم كل التوفيق المخرج طبعاً أحمد الجنزي كل الشكر ليك شكراً ليك إفا جواب العالمين مميزة جداً وسحرة جداً وطول الوقت فيه فعليات مختلفة ومتميزة